في السراء الحكومي ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير اجتماعا للجنة الوزرية المكلفة وضع خطة اقتصادية تركز البحث خلاله على الرؤية الاقتصادية المستقبلية للحكومة وكان الحرير بحث التحضيرات للخطة في اجتماعا مع وزير الاقتصاد رائد خوري ومستشاري رئيس الجمهورية ميري عون وفادي عسلي الرئيس الحرير ترأس أيضا اللجنة الوزرية لبحث موضوع النفايات رئيس مجلس الوزراء كان اكد انه علينا كدولة ازالة كل العوائق التي تواجه النساء للوصول الى اهدافهم وذلك خلال رعايته حفلة عين الرياضية اللبنانية راي جاك باسيل سفيرة للنيات الحسنة للشباب والجندرة في حضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فليب لازاريني وحشد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والاعلامية نحن علينا كدولة انه هالعوائق اللي وجهتها راي نزيلها لانه ما لازم يكون في عوائق قدام المرأة لحتى توصل للشي اللي بدي ايه وهيدا التركيز تبعي انا بالنسبة لي انه انه كل هالامور اللي نحن عايشين في يعني منحط بعقلنا انه هيدا الشغلة ما لازم تكون المرأة فيه او عم تشتغل فيه او عم تقوم فيه هذا الشي غلط المرأة قادرة تقوم بكل الوظائف الموجودة بالبلد بدورها اكدت باسيل انها لم تكن تعرف انها ستتعرف على السلاح وتحمله لسيما ان السلاح هو حكر على الرجال اما ري الكبيرة تتوجه بالشكر الاول لدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريرة يالي ايمن بالمرأة وكان من المدافعين عنا وبلش ببيته الداخلة بتشكرك دولة الرئيس على السئة الكبيرة لازاريني ابدا فخره بان يعلن باسيل سفيرة للنوايا الحسنة للشباب والجندرة هي التي اثبتت رغم وجودها في مجتمع ذكوري ما يمكن للمرأة ان تحققه من انجازات الرئيس الحريري كان التقى وفدا من شركة فودافون البريطانية برئاسة الرئيس التنفيذي لأسواق الشركة دياغو ماسيدا في حضور السفير البريطاني هيوغو تشورتر ترجمة نانسي قنقر